فَمَنْ جَعَلَ الدُّنْيَا لِمِثْلِ هَذَا فَلِيْهَنَا بِدُّنْيَا وَآخِرَتِهِ وَبِهَذَا لِمَنْ أَجَدِهِ وَاسْتِيرَةِ الحَمِيدَةِ أَخْتِمُ كَرِمَتِي وَمُدَّخَلَتِي بَيْنَ أَيْدِمْكُمُ الْكَرِيمَةِ وَنَفْسَحُ الْمَجَالِ لِمَا قَدْ يَوُولُ مِنْدَ إِخْوَانَ وَأَخَوَاتِن بَا وَبِهَا مِنْدَ إِخْوَانَاتِ أَخْلُ هَدَى دَكَي سَنْتُمْ وَاسْتِغُوبَهَا على إِوَرَتِهِ شيخانو ورزنا من أستهلا محضرة سبساتي لي أقول بعد تعرفكم على الشركة الرغمة ومليه بها اي جاتيان في العرب هؤلاء كان يشتركوا عني للأمر فنحن الصغير لأن طلعتهم على هدم عدنا ورساة صبتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق أحده وأتم الصلاة واسك السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصبه طبعا توقعت أن يكون أهم سؤال أو أول سؤال هو معرفة الحكم السرعي لنوع المعاملة التي تروجها هذه الشركة التي يستضيفنا اليوم بعض ممثليها عندنا بمدينة مرادوش ولذلك أتيت معي بمختصر أو بشمل مقتضبتي من بحثي الذي كتبته في الموضوع وعرف أن يكون نشره قريبا بإذن الله دعا وقد أسست هذا البحث على دراسة الترجمة الكاملة الموثقة المعتملة لأعقد هذه الشركة وأيضا استفصال يعني أخويني من الإخوة الممثلين لهذه الشركة وهما السيد مهدي كوار والسيد صدوق كريم وبناء على هذا التراثة والنظر في هذه المعاملة وجدت أنها تتأسس وتدخل في عموم البيع الذي أحرر الله تعالى بطريقة إبداعية تعتمد البيع وطرويج السلعات عن طريق التوزيع المباشر والتحفيز من خلال خلق مجال تنافسي حقيقي وليس وهميا أو مكذوبا والله تعالى أحلى البيع كما قال سبحانه وأحلى الله البيع وقال سبحانه يسألكم شناحا أن تبدأوا فضل من ربكم وقال الله تعالى أنتم ألموا بأمور دنياكم وأتبصد في هذا البحث إلى أن هذا السوق داخل في قاعدة أصل في معاملات الإباحة وهذه قاعدة عظيمة تنبني على نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنخرج رؤسهم في صحيحين في قصة تدبير النخل وفي إقالة النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ألموا بأمر دنياكم أنتم ألموا بأمر دنياكم ووجه الاستدادة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر في التعامل في الزراعة إلى الناس وجعله أو لم يجعله من جنس شفاء الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه وقد حتى ذي الواحد الانتفاق على هذه القاعدة كالنووي في المجموع ومن قدامة في المؤمن وإذا استقر عندنا هذا الأصر فلا يلفز الخروج عنه إلا بدليل وهو أن اجتمل المعاملة على مخالفة الشريعة ولم يظهر لي اجتمال العقد والمعاملة على محرمات شرعية كالغرر والغش والريضة والقماع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أنواع التجارات والبيع والمعاملات والتصرفات ما لم تخالف شرع الله وتشتمل على استباحة ما حضر الله وهذا الأول من يجكتر في السنة والسيرة في الطب وفي الزراعة أو في مجالة الدنياية الكثيرة وما تقدم من مختصر للمحر لا يرفي أن العميل يمكنه أن يسيء التصرف والوقوع في مخالفة شرعية كان يرهم مثلا بأن من تجاه هذه الشركة هي علاجات الأدوية معينة فهذا مما يتنفى مع التعاقد مع الشريخ أو كذلك يهم بأنها تحقق أو التعاون يحقق أرباحا ضخمة أو خيالية بغير عمل أو جد أو نحو ذلك فهذا كله يتنفى مع العقد وقد قرأته قراءة دقيقة بفضل الله وخرجت بخلاصة وهي أن هذا الأقدار لما رجب كأنه كان حاضر عن أصحابه مستشار الشرعي يعني يحيلهم على بعض الأصول الشرعية في البيع وفي المعاملات التجارية كما صدرنا إن شاء الله تألك المهز طبعا ما ورد على هذه الخلاصة أنه صدر الفتاوى من بعض أهل العلم المجدين تحرم أنواع من التسويق الشبكي أو الهراري وأعلى وأهم وأوثق ما وقفت عليه في هذا الباب فتوى النجنة الدائمة للمحوث في المبنكة العربية السرودية ويفتوى مورخة بالرابع عشر من شهر الثالث لعام 25 وعرمائة وقد تأملت في هذه الفتوى ودرستها وعقدت المقارنة بين طريق التسويق والتي تعرضها الشركة المسؤول لها والشركات التي صدرت بشأنها فتوى النجنة الدائمة فوجدت الفروق التي تجعل الفتوى غير معنية أبدا بهذه المعابلة أولا في طريقة التسويق التي سئلت عن هذه النجنة تضمنت حسب الفتوى الرضا بنوعين رضا الفطل وريضا النسية بمعنى السويق الشبري أو الهرمي الذي سئلت عنه النجنة اجتملوا على رضا الفطل وريضا النسية والمشترك يدفعوا أبلاغا قليلا من المال ليحصل على أبلاغا كبيرا منه وبالتالي فهي نقود بنقود مع التفاضل والمنتج لا لتبيعه الشركة العامل إنما هو سطر المبادرة فهو منتوج نهبي ويفضي الأمر ويرشع إلى أنه مال بمان وهذا هو الربا لأنه مال بمان مع التفاضل والتخير وهذا الربا من نوعه المحرم إجمعا لكن فيما استقرنا مما ذكرنا وفيما كتبنا من البحث بينا أن المنتج في هذه الشركة مقصود ومؤثر وثابت جهلة وبرهنا على ذلك بمسارك سيجدها من رجاء البحث إن شاء الله إذن شوف هذه الربا منتفية جملة وتفصيلة ثانيا في طريقة سويك التي سئلت عن هذه المجنة تضرمنت حسب الفتوة الغرار المحرم شرع لإسباب الثلاثة لأن المشتركين هل ينجحوا في حصة عدد المطلوب من المشتركين أو لا؟ فهو يغاب وللفائدة المغامرة من سفة البيع الحالة لكن ينبغي أن لا يغرب على الظلن المخاطرة مخاطرة موجودة وإذا اندفت قد تنتفى سفة البيع المعاملة لكن إذا غرب على الظلن يعني عدم تحصيل المطلوب فإن المغامرة تتقرب إلى المغامرة وهذا هو القمار المحرم فهذا السبب الأول لإجارة معاملة من الغرار ومتضمنة للقمار سبب ثاني هو أن تسويك شبك الهرمي لن تسلع عنه عند المجناء مهما استفر الله فإنه لا بد أن ينصل إلى نهاية يتوقف عنده ولا يدري المشتركين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العربين فيكونوا رمحة أو في الطبقات الدنيا فيكونوا خاسرة الثالث من الواقع أن أعضاء الأعضاء أن تخسروا إلا القبلة قليلة في أعلى هذا هو الغالب فالغالب هو الخسار ولي حقيقة الغرب وحقيقة الكبر أن تخاطر أو تغامر في تجارة الغالب فيها هو الخسار هو الكبر وهذا هو الغرب و تعرف أنها تردد بين أمرين خوافهما أغلبهما خوافهما أغلبهما ونبدأ استرددنا أن نغرب كما في صحيح المسلم وإذا أخضاء القمار فتعلمون النصوص به أما في الشركة أحل البحث فأول ما نجد عند المقارنة أن الربح يمكن أن يكون عن طريق بيع المنتجات دون دخول موزه مجدد مجدد من المنتج يحقق الربح ولذلك ليس لكم مرهونا بالتحصيل عدد من المشتركين أو عدد الأمر الثاني هو أن الشركة تمارس عملها لأكثر من 30 سنة وقد ظهر من هذه جنب الممارس العملية طيب هذه المنتج أن العمل هو أول المعاملة هي أقرب إلى التجارة التي تأني المخاطرة فيما يغلب الظن في الربح إلى كونها قريبة من المغارة التي يكون الغلاب فيها الخسارة وهو الغرار والقبار ثالثا في الشيء فقد يوجد في الطبقة الدنيا من يربح أكثر منه ممن هو في الأعلى إذا كان أكثر منه عملا وذلا وهذا يدل أن العلدة هي عمل وبذل الجل وليست العلدة هي الهرمية أو الشبكية وإذا بطلت هذه العلدة بطل الحكم الذي مني عليها لأن الحكم ينظر مع علته وبهذا يظهر واضحا أنها المعاملة خالية من الغرار وخالية من القبار ثالثا ثالثا في طريقة سويلة سويلة عن هالجنا تضمنت حسب الفتوار أكل الشركات أموال الناس بالبعض حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاره من المشتركين باستخدع آخرين بمعنى أن الشركة إنما تعطي من تريد بقصد أن تخدع آخرين وتبين لهم بأن الربح محق وليس الأبو كذلك وهذا معروف تحرمه في الشرع وحكم أكل أموال الناس بالباطل قد هذا القصد غائب في الشركة المسؤولة لها بدليل جمدة السلع وهذا يحترم بسبب غير موجودان في معاملاتها بل عظم الاستفادة رهيب بالجدية للعمل وبدل الجهد وتكون استفادة المتعامل بقدر ما بدل من عملي وجهدي في ذلك أيضا في طريقة التسويق تضمنت حسب الفتوار الغش والتدليس والتدليس على الناس من جهة إغرائهم بالعملات الكبيرة التي لم تتحقق غالما وهذا من الغش والخداع المحضر وقد قال ما لم يصل الى السلم من غشا فليس من النيم لا فصل السلم وقال البيعاني بالخير ما لم يفترق فإن صدق وردت لهما في بيعهما وإن كذبا وكتبا محيطة بركته بهم ومتفقنا أيها خلص وطرائنا من خلال الشركة والعرض الذي قدمه ممثليها لبذكورين وضوحا كاملا وتبهينا شاملا وتخلير حسن وغيابا أي استخلص أو جلس نستعرض الأطوار جدا والعرض الذي يبتب والممثل وضع بغب عليه وقد قرأنا عقود الكثير لعدد المعاملات فوجدنا في همنا التلويس ومن التزوير ومن الكثب ومن التعامة لا يوجد الشيء الكثير هذا ونقوله الله تعالى أجل وأعلم وإليه المتاج حسنا وسعلا فإن أصنا فمن الله تعالى وتفهيه وإن اختنا فنستغفر الله ونتبه إليه وحسبنا أننا بدلنا جمدنا وحرصنا على أن نتوخى لأنفسنا ولإخواننا ما يرضي الله عننا بتطبق العبودية أولا ومفتح أقوام الاسترزاق الحالة الثانية وعدم التضييق على الناس في معاشتهم وإحالاتهم على الرطارة والتسؤول ونحن ذلك مما يضره والحمد لله أول مؤخرا أشياء كان يبدو أنه غير أكسترائزة الله بمحملة بالشريكة سؤال الثالث سوف أحبب المزاريين يتناعبون في التوذيقات المتوجات بشريكة أكلمة فيزيالة أو فيصفة طبعا خلال دراستنا العفز علمنا أن الشيكة تحتزي من التوجات فيها وإذا كان أبوه كذلك وهو ما أكده الإخوة المدرعة في التوزيع فإنه لا يفوز زيادة وضع النقصر في الثمن على قول جمهور العلمات ومنهم المالكية وقد افتا لذلك الشيخ الإسلام الملتينية ونقل عن غير واحد من الفقهاء أن السلعة إذا راجز في سوق بثمن فإنه لا يفوز زيادة فيه ولا النقص منه لأن ذلك يؤدي بالإضرار بأهل السوق في سوقه وشيخ الإسلام يحضر في ذلك فتوى مطولة ويشهد لهذا النصوص من القرآن والسنة كقول يدعي إلى الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقولنا على الصلاة والسلام لا ضرار ولا ضرار وبذلك من النصوص التي تنهى عن الإضرار والإخلال بالعهد والميثاق وما تم التوافق عليه في عقدي التعابل مع الشركة فإذا تم الاتفاق بعقد المعاملة على فبري المعيان لم يجوز زيادة فيه ولا النقص منه والفتوى مفصلة ومحضرة لذلك عند الشخيزان تيمية في مجموعين فتوى وغيرين لمن أرادها هذا السلوك في عقدي الشركة الذي أثبته في البحث مما اشترق الشركة جفاء وتوقيع العقد مع الشركة وتعاقب وعهد والمسلمون عند شرطهم ولا يفز الإخلال به الشرط في كل المعاملات لا في البيع والتجارات ولا في المكهات والزواجات ولا في غير ذلك إذا وجد شرطه تم التراضي عليه بين المتعاقبين سواء كان فردين أو فردوا شركة فإن الاتزام بذلك ولا عاجم ونصوص في ذلك تطعية ولا يجز ولا يفر إخلال بها وعقد كما قرأته نص على مجموعة منها الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها البعض كهذا الذي ذكر السائل الكريم وكأن يهم بأنها تجات يعني تعالج وأنها أدوية ولحو ذلك مما قد يصرب حصره ويشوف تدبعه كاملا لكن القاعدة أن من عقد شريعة المتعاقبين وأنه الحاكم عليهم وأن مات من التراضي عليه والمجزي ومن خالف ذلك خالف شراء الله ووقع في المحبور ووقع في المحبور لهذا لا ينفذ والله تعالى عمش هناك سأل يقول أن هناك الراح يجني هذا المحتاطين من الموزعين لا يحترمون أخلاقات بها فما رأيكم فضياتكم في هذه الأرباح يعني أن محتاطين يحتاطين للناس يرغلهم المشروع وهذه كل الناس يحتاطونه ويحتاطونه أخلاقات منهم يبقى بذلك المشروع هذا زل وزنة 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 وغلقة حسبوه النصح وحسبوه التوجي وهذا في كل معاملات كل المعاملات التي أسقوها الحلمية ولم تشتمن على المخالفة الشرائية يمكن لمتعامل بها أن ينقلها من دائرة المباح أو الاستحبار إلى دائرة المقرور أو المحبط هذا معروف كل معاملته وليس فيها لي بالمعاملات هناك مزرين من شركة أفراد التي تتعلمون عن المتجبتها على أساس أنها أدوية بشبعها ما يفردون أن تكون فيدتها حسبوه خرجوه إذن الصلاة على هذا المشروع يتقيها من أساس أنها أدوية وخالف المتعاقب العهد فقال خالف دين الله ووقع في مخالفة الأهل والله تعالى يقول وأوفو بالآن إن العهد كان مسؤولا كان مسؤولا أن يتلقى الموزع عن الشان كنسبة لكم مئوية عن بيعين تنبع عن طريق الموزعين يعني في أجيال نتقدم كثيرة هذا نوع من التحفيز ونوع من التشجيع ونوع من المنافسة التي لا نجد في دين الله ما يحكي اللحر الماء أو يهانا يعني تطلب الرمح وتطلب النجاح في البيع وعظم الخصار واتخاذ خطوات حفيزية لذلك مثلا نقول من اشترى هذه القروة له معها مثلا قلب أو نحو ذلك تحفيزا لا شيء أفهم لا شيء أفهم وإذا أردناه على ما حرم الله فيه يعد لا نجده مدرجة تحتى شيء من ذلك ولا إدمان بالله لا خير شيء هناك سائل يسأل عن ربا الطبقية أو ربا الطبقاء سألونك ربا ربا؟ ربا الطبقية أو ربا الطبقاء ثم رجع عبداليب وحصل الإجماع على أن ربا المحرم عن ربا الطبقاء ربا الطبقاء وربا الطبقاء ربا الطبقاء الشيخ كريم هناك موزعات السبب أن هناك موزعات مع رجالين يعني مع شريطة فرحبا عندما يكون الزوج آليب كانوا معي الزوجة في الأعمال مع رجال فرح موذلك طبعا الأصل في الاختلاط هو الحرم الأصل في اختلاط الرجال بالنساء والحرم والأصل في أدريات الديننا وعدم اختلاط الرجال بالنساء ومعنى الاختلاط هو وجودهما في مكان واحد بحيث لابت ذلك إلى مخالفة الأحكام الشرائية من غض البصر وتركي المصفحة وفتح بابي يعني التأثير السلبي فإذا وجد اجتماع بين الذكور والإناث في مكان كالمسجد للإبادة أو نحو ذلك فيشرعوا لكن على غير يوجد اختباط وتقروا به يعني بعضهم من بعض والتعامل الذي اخترقوا الأحكام الشرائية فإذا وجد تعامل فيتبقي أن نضبط بالشرع الحكيم وأن يكون وفق توجيهات الشرائية فإنه أهدا سبيلاً وأقوى مقيلاً وهذا من الميز المسلم عن غيره أنه يلتزم حدود الله في كل شيء وبهذا يبرق الله ويجعل الله تعالى أبده جامعاً خانماً لخير الدنيا والآخرة هناك موزع قد تسافر إلى المدينة أخرى لحضر العرب والعرب والعمل بدون محرمها فما هو؟ لا يوجد النصو الصريحة في اشتراط المحرم أرأى في سفرها والموفقة من وفقت لانتثال أمر الله وإنما يجد هذا في حالة التدرى كما بيناها من علماء كحال الهجرة وحال التطبب المرض ونحو ذلك أما لأمر التجارة والاسترزاق فليس من التأورة التي تبهر بحضور ونصح إخواننا وأخواتنا أن يتمسكوا بالإحكام الشرائية فإنها سبب الخير والفلاح وهي عنوان العبودية وكما قلنا على أرزل الله ما أخضع هواره لأمر الله تعالى وإن وجد في ذهك ما وجد فإننا عقبة إذا خير بإذن الله سيد الله خير تسأل هذه المفتم الزامة مع عملها مع متغرجات سوى لبيع المنتوج أو لعمل المشبع عليه هذا هو المطلوب الشبعا للقول من أساس الأسلام الذي يخارط الناس ويصبر على آذائهم خير من الذي لا يخارطه من يصبر على آذائهم وأجل المخالطة إذا طفلت إليها نيته دائئة أو نية الترجي إلى ما يرضي له نية التذكير بلباس التقوى فتكون قد جمعت بين أجري التعوة إلى الله وبين المفاعة هذا التعامل الذي تريد منه رزق الشيخ خلال الكريم أفضل أسأل ما حكم إسبالي الثوب وخصوصا إسبال الصراويل وهل النهي خاص بإسبال الإنزان فقط والذي يعني الثوب الذي يشمل وجهزنا كله لكم صحيح ذلك الأصل في الإسبالي هو النهي وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثة كثيرة والأحواط للمسلم أن يتفاذاه في أثباب كلها لأنه الأحواط من أهل العلم من يفتي بأدم دخول الصراويل في ذلك لكن الأحواط والأسلم وهو أمر يسير غير متأذير ولا فيه مشقى أن يتفاذ المسلم الإسبال في ثوبه كله وما حكم الأخذ من اللحلة هو قصها دون ذلك من أخذ الفعش؟ طبعا إعفاء اللحية حكم شرعي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثة كثيرة والأخذ منها تأخر في الإعفاء بحلود معروفة عند جماهي العلماء من المالكية والحنابلة والحفافية بما زاد على القرضة ومما شد دوات طائرة من الشعب فيفز أخذه ويفز إزالته وما سوى ذلك فلا يفز ولا ينبغي هذا هو رأسه يقول أخي نزع أن أسماء مزاورتي بهذا المشروع يحسر أنه قد يعود المشروع على نساء أجنب في أماكن عامة كمقهى مثلا هل هذا يكون في الخروة الشارعية المحضرة؟ طبعا الخروة هي وجود رجل المرأة في مكان لا ثلاثة هذه الخروة المحضرة أما المعاملة التجارية في الأمك العمومية فهي القصب إلا إن كان مكان يشتبع على فاحشته وعلى منكره من القول أو الفعل فالقصب الابتعاب عنه والنهي عنه وهو نوع من التأمير عن رفضه وهو نوع من النهي عن هذا المنكر أما الخروة فليس تأذية أورة السؤال شيخ الفاضي ما ملاقه له صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدق طبعا لا أستحضر صحة على الحديث لكن في معناها حديث صحيحة كثيرة ومعنا ذلك أن الصدق سبب لرفع البأسي وزوال الهم والغم الصدق من أسباب ذلك كما جاء في نصوص كثيرة وأنها تقي الإنسان مصارع السوء وأنها تدفع خاطب الله وأنها ترفع البلاء وتأتي بالرخة وكما قالنا بالأسر والسلام ومعنا أعقبهم صدق الزكاة أمولي من المنوع من اقتراب السماء فالصدق والإحسان الغير سبب لتفريج الهموم وتنفيذ الكروب ولذلك من كان في همين وفي ابتدائي سواء كان فقرا أو مرضا فإنطلق له أمن يكثر من الصدق فإن الله تعالي يتفع بتلك البلاء ويدفع الغلاء وإيش في الغريط سبحانه وتعالى نسيب شيخانا أقول لكم نتسأل كتب لكم أنه يحبكم في الله نحبه الله الذي يحبنا فيه أهلا بك صديق هذه السؤالة سيقول السلام عليكم هم فضيلة الشيخ إستهلكت منذ وجهة فرق والليبين هم ترى فيها نفعل لك ولا لبصح مع سنة الكورناني سنة يا ريزيو وتحدثت بنعمة الله ثم شكرا لأخ مهدي كانت خلاحقة فيه بعض التعقيدات الصحية التي ترجع إلى نوعية المرض ونصح لي باستعمال هذا الترك واستأملته ورجلت لذلك تأثرت بأينا وانتفأت بفضل الله بذلك الحمد للجميع جميلين أمتلك الحمد للصالحات والشكر وصنبين للأخ جزاء الله خي نقع تسي سؤال الإخوة صميت كان بعض الإخوان كان سؤلني عن الشرط الذي تشطر له الشركة لكن إذا أعرفت المعاملات شريط ربين السلع وكان أقال لي بأن قصصنا عن بيع وشرت فهذا الأمر مستغرر أن هذا الحديث لأوجود البلاء هذا الحديث لأوجود البلاء أنها عن بيع وشرت يقول في شيخ إسلام الدمية الحديث باطل غير موجود أقصى موجوده ونها عن بيع وسلف عن بيع وسلف وفي حديث الأخر عن بيع عن بيع وشرطين أو كما قالها ليسا أما عن بيع وشرط فالين صحوه مخالف لأنصوص الصالحة التي تجعل الأصل في العبد في الشروط الإباحة كما أنه الأصل في العبد والشرط والإباحة فهذا الحديث لا يصح الشبهات لا هو من كان لإداره من باب الشبهات لا يمكن أن يجعل ما يراه هو هو حقيقة الأمر لأن المسلم تظهر منه أن يظهر حكم الله وأني أعرف من أحب الله وما أحب الله من اشتبع عليه الأمر واتخذ المقفة يخصه لا يمكن أن ننزمه بغير ذلك أما أن يجعل هذا الحكم أو أن يجعله واقع الشيء أو حقيقة أو شبهات بهذا ذلك يطلب عليه وصف الشوهات كما أطرفها العلمان والله تعالى في خدام هذا اللقاء أجد ذهب شكري للإخوة المنظمين والشكر مصور بالإخوة والأخوات الذين اشترافوني بإصناعهم وأسأل الله أن يجعل ما قلنا في النزاج الحسنات ويكفر به السيئات ويفع بالانترجات الله أن يجعلنا من خشيتك لا تحلو به بينا وينا معصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الياقيمة تبلغ نبي عليه علينا مصايد الدنيا اللهم امتعنا بإسمعنا ومصارنا من قوتنا معيدنا واجعل الروح لنا جدا واجعل فأرنا على منطرنا ونصرنا على هذا اللهم نجأ لي الدنيا أكبرها من أولا من العالمنا اللهم أطلبنا حالها وقبنا حراما وتقبل منا أهال الدين والدنيا والبعالمين أقول هذا الذي سميتم استغفر الله علي ولكم وإلى عرقكم في مناسبة قادمة ترككم في حوض الله وعياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته